مدى تأثير الإعلام في الدولة وفي تشكيل الرأي العام وأيضا تأثيره على الشارع بشكل عام أصبح الإعلام الآن هو اللاعب الأول في التأثير في العلاقات حتى ما بين الدول وفي تشكيلها فما بالكم نحن نحكي أيضا داخل الدولة على تشكيل الرأي العام وتأثيره على الشارع بشكل إيجابي أو سلبي ومن هون جاء الاهتمام بالإعلام وتدريب الإعلاميين كفاءة الإعلاميين تحسين وأصلاح الوضع الإعلامي من خلال التشريعات بشكل عام على كلنا نحكي عن هذا الوضع يمكن في عموميات أكيد بهالوقت القليل فاسمحونا نرحب بضيفي الكريم الأستاذ عبد الفتاح الكايد وحضرتك الرئيس التنفيذي لمركز داعم للإعلام أهلا وسهلا فيك أنا أبدأ أحيي المركز ولو إني قليلة التواصل والتقصير مني أنا أنتوا بتتابعوا لكن لما دخلت على نشاطاتكم نشاطات رائعة جدا داخلة في كل ومتشعبة في كل المحاور فالله يعطيكم العافية الله يعافيك الصباح الخير طبعا لأنا وصباح الخير للإخوان في الستوديو طبعا لإخوان المشاهدين الأخوات اللي بشوفونا على الشاشة طبعا يمكن في البداية أنا يمكن يعني بصراحة بتشرف أنه في هاي المؤسسة العملاقة في التلفزيون الأردني اللي خرجت كفاءات وكوادر بصراحة هي اللي بنت حتى عدد كبير من القنوات الفضائية العربية والآن عم بشوف الإبداع من هاي الشباب فأنا بعتبرها يمكن هي الأصل وهي البيت اللي انطلق منه كثير من الناس والشباب اللي بنفتخر فيهم الآن طبعا مركز داعم للإعلام أنشئ سنة 2012 كان الهدف من إنشاؤه هو تطوير البيئة اللي عم بيعمل فيها الإعلاميين في الأردن من خلال التشريعات من خلال تطوير المهنية من خلال التعاطي مع الوسائل التكنولوجية الحديثة اللي بلشت تدخل في وسائل الإعلام كان لنا نشاطات كثير عبر الأربع سنوات الماضية بلشتنا طبعا في أنه نحاول بموضوع تفعيل أنا بس بدي أركز هي مؤسسة غير ربحية طبعا إحنا مؤسسة مجتمع مدني غير ربحية مجتمع مدني غير ربحية وطبعا تعمل ضمن القوانين الأردنية زي ما حكينا الأهداف تبعتنا هي تتعلق في الإعلاميين بشكل خاص تركيزنا على الإعلاميين ومدى علاقة المجتمع مع الإعلام كيف بدنا نحاول نطور هذه العلاقة بحيث أنه يستطيع الإعلامي أنه يؤدي رسالته بشكل مناسب وبنفس الوقت أنه المجتمع يتلقى من الإعلامي الرسالة الصحيحة فكان عنا زي ما حكينا العديد من النشاطات ركزنا على الموضوع قانون حق الحصول على المعلومات اللي هذا موجود عندنا من سنة 2007 وخلينا نحكي بصراحة يمكن غير مفعل بطريقة كبيرة في المجتمع الإعلامي حتى أنه يستطيع الصحفي أو أي حدا في مجال الإعلام أن يأخذ حقه في الحصول على المعلومة من المؤسسات الرسمية والخاصة بلشنا في هذا الإطار في مشروع تقريبا على مدار عام كامل مع اليونسكو استكملنا مع طلاب الإعلام في الجامعات الأردنية من خلال صندوق الملك عبد الله وبنفس الوقت حاولنا أنه نوصل ما هي السلبيات اللي بعاني منها هذا القانون نعم بنفس الوقت كان لنا دور كبير في التعامل مع خلينا نحكي للعنصر النسوي في الإعلام في الإعلام يمكن هاي من الأمور اللي ميزتنا شوي بأكثر من نشاط كانت بداياتنا يمكن في تعزيز دور النائبات أو السيدات أعضاء مجلس النواب في مجلس النواب السابق بالتعامل مع وسائل الإعلام وخاصة الحديث يلي هو بنحكي عن السوشل ميديا بنحكي عن كيف أنهم يتواصلوا بطريقة حديثة مع الناس كيفية الظهور على الكاميرات في التلفزيون كيفية البرس ريليس كل الأمور هاي فكان لنا دور تقريبا على مدار عام كامل في بداية عمر المجلس السابق في هذا الموضوع بنفس الوقت انطلقنا يمكن كمان في موضوع الأدفوكسي وحملات الرأي العام كيف إحنا بدنا نكسب الرأي العام من خلال الإعلاميين لمواضيع معينة عم بتهم المجتمع فكان عنا موضوع اللي هو المادة 308 وضرورة إيجاد حل للمادة 308 سواء بإلغاءها أو بتعديلها يمكن وصلنا بعهد الحكومة السابقة إلى أن الحكومة هي اللي بلشت أن تخط صياغ التعديل المناسب ولكن كان مفروضنا تنعرض على المجلس النواب السابق ولكن حل المجلس أجل إلى المجلس الحالي بنفس الوقت زي ما حكينا تعاملنا مع الإعلام مش عبر الوسائل التقليدية فكان لنا دور بصراحة بوسائل التواصل الاجتماعي من خلال أنه انفعل هاي الوسيلة لخدمة الصحفيين والإعلاميين نعم يمكن إحنا شوي بنؤمن بأنه خلال السنوات القليلة القادمة رح يصير فيه كمان يمكن بدناش نحكي نوع من الثورة الإعلامية ولكن رح يصير فيه نوع من تغيير العادات السلوكية الإعلامية الآن إحنا عم بنشوف أنه الناس كلها صارت عبر سمارتفون طبعا صار كله عم بيأخذ أي معلومة أو أي شيء بده إياه عم بيأخذه عبر سمارتفون فباعتقادي هذا خلال السنوات القادمة كمان رح يتعزز ورح يزداد دوره فبصير دورنا بأنه تأهيل الشباب اللي عم بيشتغلوا بوسائل الإعلام للتعامل مع هاي الوسائل ما هو هنا أستاذ عبد الفتاح إحنا بنحكي على تطور سريع وتغيير سريع يعني الشغلة فيها حتى يعني ركض يدوب حتى أننا نواكب كإعلاميين أنا بحكي الخصوصية للإعلاميين الآن هل أدركنا في الأردن كباقي المحطات الأخرى وسائل الإعلام الأخرى في الوطن العربي خلينا نحكي بشكل حولينا هل أدركنا هذا الحجم السريع من الانتقالي في الإعلام إحنا وين إحنا ككوادر بشرية مدركين لهذا الموضوع حتى أنا بدي أحكي أنت لما حكيت في البداية كوادر التلفزيون وأنه كمخرج صدقني إحنا عندنا ثقة واعتزاز بخبراتنا لكن إحنا بحاجة إلى بيئة بحاجة إلى بيئة بحاجة إلى بيئة تحتضن وتحتوي هذه الخبرات وتقوم بتعزيزها وخاصة في الإعلام إذا ما كان هذا عند القياديين وعيفي هذا الموضوع صدقني بيقتل الخبرات وبتهرب صحيح يمكن إحنا خلينا نحكي البيئة الإعلامية في الأردن عبر السينوات الماضية طبعا هناك ظروف يعني نحكي بصراحة دخلت عدة ظروف منها الربيع العربي ظروف المنطقة يعني خلينا نحكي الدول اللي حوالينا الوضع اللي عم بصير فيها فيمكن هاي شوي أثرت على البيئة الإعلامية بشكل خاص في الأردن أما الأردن لما بنحكي عبر التاريخ فإعلاميا إحنا بالعكس حتى كوادرنا الإدارية هي تقود مؤسسات إعلامية عربية كبيرة يعني بدون ما نحكي أسماء ولكن أهم القنوات الفضائية العربية تقادل من أردنيين شخصيات أردنية هي اللي عم بتقود فهذا ما يعني أنه خلينا نحكي إداراتنا ولكن إحنا بدنا بيئة البيئة الآن بعد ما ما طلعنا خلينا نحكي من الربيع العربي بعد ما طلعنا من الظروف خلينا نحكي وتماسكنا داخليا أنا باعتقادي آن الأوان لتطوير البيئة التشريعية بشكل خاص نحكي على إصلاح تخفيف القيود على الصحفيين وعلى الإعلاميين ثلاثة الإيمان بأن الإعلامي إذا ما تطور ففي النهاية باقي القطاعات كلياتها في الأردن لم تتطور لن نعكس التطور اللي ممكن يصير في قطاعات تانية إذا كان الصحفي أو الإعلامي في الأردن لم يتطور صحيح طيب الآن إحنا عملنا بنحكي على بعض من الأنشطة اللي قمتوا فيها ونشاطات كثيرة جدا حقيقة مبارحة حتى لفت انتباهي أنه وصلت كمان للمحافظات الآن تواصلت مع حضرتكم وكثير كان موضوع حام جدا فيما يتعلق بارتفاع نسبة قضايا هي مش جرائم شرف أنا بسميها قتل لأنه ضد هذا المسمى هي قتل الآن تقودوا حملة عبر السوشال ميديا كمركز داعم صحيح حابين نعرف الناس فيها وكيف ممكن يتواصلوا معكم من خلال السوشال ميديا للحملة صحيح صحيح انتبهنا خلال الفترة الماضية يمكن خلال الشهر الماضي إلى ارتفاع نسبة الجريمة خلينا نحكي وأنا أتفق معاك هي جريمة قتل وليس جريمة شرف إلى ارتفاع نسبة هذه الجريمة في المجتمع بشكل ملحوظ بصراحة فكان من دورنا من أبناء هذه المجتمع إحنا في النهاية سواء أنا أو نائبتي رايا يعقوب كان لنا توجه بأنه يجب أن نتوجه إلى الرأي العام من خلال الرموز الإعلامية الموجودة في الأردن الناس اللي عم بتواجه الناس يوميا خلينا نحكي كمقدمين برامج كصحفيين أن وجهوا رسالتكم إلى الناس وتوعيتهم بهذه الجريمة هي مبادرة ذاتية من مركز داعم اشتغلنا على السوشال ميديا طبعا بشكر جميع الإخوان في مختلف وسائل الإعلام اللي تعاونوا معنا في هذه المرحلة لحد مبارح تقريبا الريتش لدينا تقريبا بحدود المليون مشاهدة من الأردن حد ما لكم مسبوع من داخل الأردن تقريبا عشر أيام من داخل الأردن تقريبا مليون وبصراحة يمكن هذا خلنا نتفائل أن هذه الحملات فعلا عم توصل إلى أهدافها استعنا يمكن كمان بين ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي حتى أنهم يساعدون في الوصول إلى الناس في هذه الحملة طبعا عم ناخد ردود الفعل ردود الفعل زي ما حكينا في ناس تؤيد في ناس تعارض ولكن أنا دائما بحكي غير أنه عن موضوع الجرائم وغير عن موضوع حرية الرأي إحنا لازم تتسع قلوبنا إلى الاستماع إلى الرأي الآخر بصراحة يعني هذا كمان الآن في المجتمع الإعلامي رح تشوفي خلال العام القادم إن شاء الله إحنا في مركز داعم رح يكون في عنا إشي اسمه رأي ورأيك أنه زي ما بدك هذا ركيز أساسي للعمل الإعلامي بالضبط أنه زي ما بدك أسمع رأيك بدك تسمع رأيي وبالنهاية بدنا نتقبل بعض طيب ماذا يميز أو ما يميز مركز داعم عن باقي المراكز الأخرى للإعلام شوفي طبعا كلنا خلينا نحكي زملاء وأشقاء وكلنا يمكن نتعاون في كتير من المفاصل الرئيسية اللي بميزنا خلينا نحكي عنصر الشباب يمكن في مركز داعم الوجوه اللي بتطلع وتتعامل مع مختلف الجهات هي وجوه شبابية تؤمن خلينا نحكي بالوسائل الحديثة في الإعلام أكتر من الوسائل التقليدية مشان هيك عم بتشوفي أنه إحنا نشطين جدا في موضوع السوشال ميديا في موضوع يعني حتى في الانتخابات الأخيرة كان دورنا أنه تشجيع الشباب على المشاركة في الانتخابات من خلال نشاطات عملناها في مركز داعم للشباب بنفس الوقت تواصلنا مع الشباب في الوسائل التواصل الاجتماعي كيف نغطي الانتخابات بمسؤولية يعني كيف أنه إحنا ننتبه على الكلام اللي بدنا نحطه على الانتخابات لأنه أنت بتعرفي هاي ممكن نسوي مشاكل بالأخير بين المرشحين استضفنا 25 صحفية من مختلف دول العالم في الأردن بالإضافة لصحفيات أردنيات طبعا هذا في بداية شهر 8 الماضي كيف يتعاملوا في ظل الظروف القاسية التي تحيط بعمل المرأة في الشرق الأوسط فدورنا وكانوا كلهم أقل من 30 سنة الصحفيات فدورنا شوي عم بركز على موضوع الشباب بصراحة عم بن آمن طبعا أنه صحيح أنه الدهن في العتاقي زي ما أقولوها ولكن الآن بدنا نراهن شوي أكيد العالم في تطور يمكن أنا معي دقيقتين جمعة دقيقتين ما رأيك؟ كنا نحكيها في ورفة الضيافة برا فبحكي لك أحيانا الوسط الإعلامي أنا ما بدي أعطيك كلمة تظلمه أو أشوه تعبير لكن الوسط الإعلامي في دخلاء كثير صحيح واللي لعب في هذا الدور التنفيعات المحسوبية والواسطة وإحنا من يوم مطالع بدنا نظلنا نعيد ونركز على هاي المصطلحات لأنه جلالة سيدنا أكد عليها في الورقة النقاشية السادسة الأخيرة صحيح تعليقات شوفي خلينا نعود لقضية التشريعات نحكي بصراحة التشريعات اللي موجودة عندنا لا تستوعب التطورات اللي عم تمشي في مجال الإعلام نحن عندنا مشكلة في تعريف الإعلامي عندنا مشكلة في الأردن في تعريف الإعلامي من هو الإعلامي؟ هل الإعلامي فقط الكاتب الصحفي؟ هل الإعلامي مقدم البرامج التلفزيونية؟ هل الإعلامي هو الناشط على فيسبوك؟ كله إعلامي كله إعلامي عندنا مشكلة في هذا الحق لغاية أن الإعلاميين الحقيقين أصبحوا يخجلوا من أنهم يحكوا وأنه إحنا إعلاميين صار يحاول أنه يطلع من هاي المهنة أنا برأيي هاي المشكلة في التشريعات التشريعات لازم تستوعب التغييرات اللي صارت في الوسط الإعلامي أنا برأيي وأنا بشوفها حتى أي حدا بشتغل في الإعلام في مجال معين فهو إعلامي معلش لازم ممكن يكون في تصنيفات معينة ممكن يكون في نوع من أنه كاتيجوريز معينة للإعلاميين ولكن لم يعد الإعلامي الذي ينتسب إلى نقابة الصحفيين هو فقط الكاتب الصحفي أو من يشتغل في صحيفة ورقية أنا برأيي أنت حتى الإخوان المعدين الشباب كلها في النهاية هي تشتغل في مجال الإعلاميين يجب أن يكون عندنا مظلة أكبر من نقابة الصحفيين تسمى نقابة الإعلاميين في الأردن وبالنهاية هي تضم كل الإخوان اللي بيشتغلوا في الإعلاميين ويتم التصنيف ويتم بناء على محاسبة من يدعي من هو إعلامي وهو غير منتصب إلى هذه النقابة أنا بودي هذا الحديث الشيق لأنه إحنا في خضم هذه المهنة وشوفنا كم هي مهنة صعبة صحيح فالدخلات اللي بيدخلوا عليها مش رح يستمروا أكيد هي الخبرة اللي رح تستمر مش أكتر أنا بدي أحييك الأستاذ عبد الفتاح الكايد الإعلامي الرئيس التنفيذي لمركز داعم للإعلام أهلا وسهلا فيك ومياتنا لكم بالتوفير شكرا لك مشاهدين حتى ننتقل في فقرتنا التالية لدينا تقرير بكاميرا يوم جديد برعاية سمو الأميرة وجدان بنت فواز تم افتتاح معرض الفن التشكيلي تحت عنوان لمسات معلم هذا المعرض تم إطلاقه في محافظة إربد نشاهد التقرير وبعدها إن شاء الله نكمل مشوارنا اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر